إلى تطورات الأوضاع في فلسطين وفي غزة حيث أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي الغاشم عليهم طوال 68 يوما وأوضح أنه منذ أمس بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا وضف أن هذا من شأنه تسريع وصول شاحنات لقطع غزة وزيادة عددها من 60 إلى 80 شاحنة يومية كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود للقطع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألف بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلية وهو ما تم إدخاله بالفعل اليوم الأربعاء